نظام على قرى وبلدات جبل الزاوية مستمر بقصف مدفعيا وصاروخي من حواجز قوات النظام في معارة النعمان وتحديدا ودضيف ومن كفرنبل ومعسكرات بسقلة ومعسكرات النظام في تلك المنطقة الاستهدافات تكون على الجبل الشرقي قسم الشرقي من جبل الزاوية قرية بينين شنان ديرسنبول رويحة وغيرها من القرى والبلدات القريبة من خطوط التماس مع قوات النظام القسم الآخر من جبل الزاوية أيضا كان صفرة كفر عويد والفطيرة أيضا تتعرض لقصف مدفعي من حواجز النظام في كفرنبل باستهدافات مدفعية وصاروخية مع وجود طائرات استطلاع تحلق في سماء المنطقة اليوم تركيز قوات النظام كان على قرى وبلدات سهل الغاب استهدفت قوات النظام عدة قرى وبلدات بسهل الغاب بقذائف مدفعية وصاروخية منها أزيارة وقسطون وأيضا العنكاوي بعد محاولة تسلل إن كانت الأمس صدتها فصائل المعارضة على تلك المنطقة طبعا كل هذا القصف فصائل المعارضة تقوم بالرد على هذه الخروقات لوقف إطلاق النار المبرم في الخامس من آذار أنصار التوحيد قالت أنها استهدفت مدينة كفرنبل واستهدفت معسكرا لقوات النظام وقتلت عددا من جنود النظام بالإضافة إلى ضابط روسيا في المنطقة أحمد أمين تلفزيون وسوريا جبل الزاوية ريفو إتليب ترجمة نانسي قنقر